السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه ده الجمال ده الحلاوة دي ده كاتشوب البتي النضافة الطعامة كل حاجة فيه حلوة جدا جدا ويلا ندخل الفيديو ونشوف بس ما تنسنيش في اللايك وسبسكريب عشان يوصلك كل جديد مني وطبعا ما ننسيتش ان انا اعمل جنبه كفتة بس هو الرعي الرسمي الفيديو الكاتشوب اه دي كفتة يا دوب انا عملتها في الجريل مع بطاطس محمرة وفلفل حلوة قوي قوي هينزل الكاتشوب دلوقتي عليهم شايفين الجمال شايفين ايه ده لا من احدش يقولي بقى كاتشوب بتاع الاكاس وبتاع الازات بتاع الفتحالة والكلام ده لأ ده مش كاتشوب خالص الكاتشوب ده هو البيتي اللي من غير نشا من غير اي حاجة حلوة جدا جدا وزبايس برضو عادة تعمليه اه من غير عمليه انا هيدوب بعض شارو كده ريحة عشان برضو يديره طعام ويديره نكعة حلوة فيلا اعمليلي لايك واعمليلي سبس جلايب عشان يوصل للكل جديد واعمليلكل شايفين حلوة جدا جدا ما ما تشريش حاجة من برة كل حاجة عمليها في البيت طالما ربنا انا عم علينا بالحاجة موجودة في بلدنا كتير الحمد لله تماطم الايام دي حلوة جدا جدا اعملي كاتشوبش ليه يفضل عندك مدة طويلة ولا يجري له اي حاجة يلا بنا على الفيديو ونشوف هنعمل ايه معي انا هنا كمية تماطم هي دي مش كلها لك انا عندي كنت انا عاملة برضو آآ صفية وكله هكمل بيها على تماطم دايت آآ فمعايا خل معايا سكر معايا صلصة هو كل ده اللي انا هحتاجه صلصة تمارا اورس دي احلى صلصة يا جماعة تمارا اورس حلوة جدا جدا بلونها بلما بتويت حتيها آآ بيبقى شكلها وبطعمها حلو تمام انا هنا خطي التماطم قطعتها ونزلت بها في الحلة على النار من غير مية طبعا وهفضل اقلب فيها كده لغاية ما تستوي خالص مع بعض هنا شايفين سهلة جدا جدا ما اخدتش وقت هي اعتبر هنا انا سبتها لما سبكت مع نفسها كده خالص انا مش هاخدها في الخلاط انتش ما عندكيش هند بلندر الخلاط آآ مصفة صفي اي حاجة اتصرفي انا عملتها الحقيقة بستسل الهند بلندر وبقى ايه بخلطها بيها وبعدين بصفيها دربتين تلاتة كده وبايه بيبقى خلاص اتهمكت لانها يعني مستوية مستوية يعني اعتبر متسبكة هي شوية يعني نقول نص تسبيك شايفين اهو خلاص هي كده آآ يعني اتعملت بالهند بلندر حاخدها على المصفة هصفيها وبعدين هحط برضو باقي التماطم اللي عندي عليهم عشان اعمل ايه كمية مفكرش اعمل تاني لو لي وعمري في رمضان اللهم بلغنا رمضان كل سنة وانتم طيبين بصفيها كويس جدا جدا انا مش عايزة فيها طبعا بزر ولا عايزة فيها آآ اشر المصفة دي الحقيقة بحبها لان ما بتنزلش اي حاجة من التماطم فانت حاولوا برضو تعمليها بحاجة ضيقة جدا بحيس ما ينزلش لا بزر ولا اشر تمام كده الله هو اكبر الله هو اعزب شداله يا رسول رسول الله ايه جي التماطم معي هنا بصوا جمالها من غير ما حطت لها طبعا آآ هي هنا السوس بتاعها جميل جدا برا بتحطي نشا او كان فيه طرق بتحطي لها نشا النشا دوت باللمة بتكون التماطم آآ خفيفة او صيصة بتضطر تحطي نشا لكن دي بصوا جمالها تقول لها انا بورها لكو كزا مرة كده عشان خاطر اوريك وتقول لها هي تقيلة الواحدة من غير اي حاجة هاخدها على النار وحابدل اقلف فيها كده شوية زي ما احنا شايفين وبعدين هنزل بايه هحط ملح وقليل قوي قوي من الفلفل سود معي اهو الاول حط الصلصة حوالي تلات معلق الصلصة اللي عندك يعني معلقتين كبار تلاتة اللي موجودين تمام اهو هم يعتبروا ايه تلاتة كده معقولين يعني هقلب كويس الصلصة فيها بتديها برضو لون احلى بس لون انت متم جميل جدا جدا انت متم الايام دي بسم الله ما شاء الله ربنا يا دمع لنا نعمة عايزاها سبايس تحط لها شوية شطة مش عايزة براحتك هنا هنزل بشوية ملح وليل قوي قوي من الفلفل سود طبعا مش ما فيهاش اي سواء الميا او حاجة طبعا وهنا هحط نص كباية السكر ونص كباية خل وبرضو الخل ده في ايديك انت تدوق يعني اول ما تتقلب تقلبتين كده ممكن تقللي من الخل وتشوف الطعم عايز خل زوجي يعني السكر والخل في ايديك او يعني ديكو نص كباية خل انا حطيت وحش شوية بعد ما قلبتها اه شفت اقول لها يعني اشوف الطعم لقيتها عايزة خل تاني حطيتي اعتبر بقية نص كباية هفضل اقلب بقى كده هي طبعا بتخفف كدهوت انا مش عايزة تيهل او هي لما بتبرد بتتقل هحط هنا يعني حب صغيرين من المعنى صغيرة آآ شطة والصبايس بتاعك الخفيف ومعقول يعني اي حد ممكن ياكله بس كده خلاص مش هحط اي حاجة تانية بصوا من غير نيشة من غير اي حاجة بصوا سمكها حلوة جدا جدا طبعا حسابها تبرد وحشلها في برتمانات واي اي اي بحطها في التلاجة تقدر تقعد معاك لان طبعا الخل مادة حفزة حلوة قوي 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 جدا والله يجربوها ما تشيريش حاجة من برا تحاول تخليها كده تقيلة من غير نيشة طبعا انا سابها لازم تغلي شوية كده عشان كل المكونات اللي نزلت تاخد من بعضها وتديني الطعم اللي انا عايزها بتاع الكاتشب وطبعا كاتشب حقيقي بقى مش كاتشب كده يعني آآ زي ما بنجيبو يعني لأ طبعا وجربي وشوفي ومع وصفات ما جدايما هتلاقوا كل جديد وشجعوني باللايكات وبالكلام الحلو بتاعكم بيديني حافز جامد قوي هنا طبعا بس فرق الاضاءة طبعا بس هي جميلة جدا جدا بس جمال جربيها ومش هتندمي احلقات شبهتك ليه من بيتك بنضافة بتعامة بكل حاجة زي ما قلت اهو انت تحب الكاتشب تكليبه على اي حاجة يعني طبعا بيحتاجوه في كل حاجة الكاتشب حلوة قوي قوي ويلا بينا في الوصفة الجاية ان شاء الله اللي عايز حاجة اعملها لو يقولي في الكومنتات لاني انا باخد الكلام الحلو منكو بعمل به الحقيقة وباستمر في الفيديوهات فاللي عايز اي حاجة اقولي عليها وانا اعملها عناية ليكم اهو جمال بالصراحة ما فيش بعد كده جمال واشوفكم على خير حبيبي مع وصفات جديدة من ماجي حسن اهو شايفين بص جميلة 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 السلام عليكم الى اللقاء